وكمان انتهت مباريات الامس بي ماتش امريكا وويلز واللقاء كان قوي بين المنتخبين وكان يعني الى حد كبير متكافئ بس يمكن اللي لفت نظر الجميع صاحب اول هدف فيه هذا اللقاء وهو الامريكي تاميثي وايا وهو طبعا ابن اسطورة افريقيا واوروبا كمان اللايبيري جورج وايا وهو حاليا رئيس لايبيريا ابنه معا جنسية الامريكية بطبعة الحال وبالتالي انضم المنتخب الامريكي من صغره وده من ضمن مفارقات يعني مفارقات كرة القدم وكل كم سنة كده مع كل نسخة من كاس العالم لازم نلاقي لقطة او اتنين تبقى محطة انظار الناس كلها